تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ورفع القائد العام في البرقية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبركات بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين في برقيته أن ميثاق العمل الوطني كان تكريسا للرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وبناء مستقبل مملكة البحرين على أسس من الثوابت الوطنية داعيا المولى العلي القدير أن يمد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء بعونه وتوفيقه ويديم على مملكة البحرين الرفع والتقدم